السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إبراهيم عبد النبي والنهاردة في فيديو من فيديوهات سلسلة تعليم الغض هنكمل النظر الشغلة على انسرت هنذهب على انسرت ونشوف عايزين نعمل فيها ايه طيب انسرت بنلاقي فيها تاني حاجة بعد البيج بنلاقي فيها تابلز يعني جداول ان لو عايز عمل جداول عشان احط بي شوية داتا او حاجة معينة احطها ايا كان السبب انا عايز عمل جداول عشان طيب بقف على تابل هنا ادوس عليها بيجي يظهر لي هنا انسرت تابل وزي ما انتوا شايفين شوية مربعات كده لو انا حرقت فيها بغير لي في الشكل بص على الصفحة كمان هتلاقي الصفحة بيتغير شكلها يعني لو عايز اتنين في اتنين هنلاقي كده اتنين في اربعة اتنين في تلاتة وهكذا ببدأ اخطاء او بنزل هنا على كلمة انسرت بيظهر لي دي ببدأ اعدل هنا في الكولوم اعيز كم كولوم كولوم ده يعني العواميد اللي وقفة طيب وليكن مثلا اعيز خليهم خمسة كما هم ماشي اعيز مثلا اربعة ارو وبدأ درس اوكي بيظهر لي خمسة كولوم زي ما احنا ادينا لالوردر و اربعة اروز شوف اوتوماتيك فتح لي على صفحة اسمها تيبل ديزاين هنا تصميم تيبل اللي انت عايزه طيب الجدول اللي انا عايزه ممكن لو انا دوسته على السهم ده شوفوا اشكال كتير جدا للجدول هناخد مثلا لون الازة او ده او ده اشكال كتير والوان كتير اختار لون والشكل اللي يناسبك او يناسب الديزاين انت محتاجه ويأخل مثلا اختارنا ده وبابدع كده بابدع اكتب اللي انا عايزه في الجدول تمام طبعا هنا في الكتابة بابدع احد الخط والمقاس والالوان وكل حاجة زي ما اتفعنا بكده من هوم لو انتم فاكرين لو مش عارف ارجع تاني الحلقة بتاعت هوم والفوند واتلاقي فيها اختيار الخط نوع الخط واللون وكل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه طيب احنا هنا الجدول اختارنا ده انا ممكن كمان اغير بلون معين انا عايزه اهم حاجة زي ما اتفعنا بالنحدد الجدول كله وبروح على شادين وباختار اللون اللي انا عايزه وليأخل مثلا ده بكده احنا خلصنا الجدول بابدع ادخل الديتا اللي انا عايزها وهي بكده اخلو خلصه طيب لو انا تاني عايز اعدل حاجة في الجدول زي البوردر هنا بابدع اشوف انا عايز الحدود فين بس طبعا ابل اعمل اي حاجة زي ما اتفقنا حدد الجزء اللي انت عايز الشهر عليه انا حددت الجدول كله باجي هنا في بوردر بابدع اختار كل الحواف على خط ولا ما فيش نو بوردر خالص زي ما انت شايفين الجدول حصل في ايه او او بوردر بابدع اختار الحاجة اللي انا تناسبني بابدع هنا بغير اللون هنا بغير البوردر او الحواف وهنا بغير الديزاين اصلا مع اللون كمان بتاع الجدول في كده ممكن خلاصنا الجدول ازاي تعمله وازاي تدخل عليه الدياتا زي ما انه هنا بتكتب انت عايزه وترجع على هوم وتعدل فيه الخط ونوع المقاس صعب نوع الخط ومقاسه واللون وكل احنا عايزين تعدل فيه اتمنى اكون استفدتوا معنا وفهمتوا ازاي تعمله جدول وازاي تعدله في شكل الجدول اذا فاتق الفيديو اتمنى انت تعملنا دعم بلايك وسبسكريب اعمل شير الفيديو وحط اذا انت محتاج اي سؤال اشوفكم ان شاء الله في الحلقات القادمة في سلسلة تعليم الوود كان معكم ابراهيم عبدالنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته